بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد قال المؤلف رحمه الله في كتاب الفرائض وفي الباب التاسع والذي عنون له بقوله باب ميراث بن الملاعنة قال حدثنا محمود بن خالد وموسى بن عامر قال أخبرنا الوليد عن ابن جابر قال أخبرنا مكحول قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراث بن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وخير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهده إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علمي يا رب العالمين هذا الحديث أيها الإخوة في كتاب الفرائض سبق مثله عن النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل من ميراث المرأة أنها ترث من ابنها الذي لعنت عليه وفي هذا الحديث تأكيد لما تقدم المرأة التي لعنت هي التي اتهمها زوجها بالزنا والعياذ بالله ولم تثبت عليها هذه التهمة بشهادة الشهود ولم تعترف إذا كان في بطنها حمل ولاعن عليه الزوج فإن هذا الحمل إذا ولد بعد ذلك لا ينسب إلى هذا الزوج وإنما يثبت نسبه لأمه يثبت نسبه لأمه فيقال فلان ابن فلانة ابن عائشة ابن خديجة ابن فلانة وبمقتضى ثبوت هذه النسبة فإن المرأة أي أمه التي كانت قد لعنت زوجها ترثه ترثه وهو يرثها بمقتضى ما ورد في كتاب الله الكريم من أن للأم ميراثا من ابنها وللابن ميراث من أمه لكن الزيادة التي في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل ميراثه لأمه فإن لم توجد أمه فهو لأوليائها لأوليائها يعني لعصبتها وهذا جار على سنن الميراث فإن هذه لما كانت وارثة وابنها منسوب إليها فإنها ترثه هي إذا مات قبلها وإذا ماتت هي قبله فإنه يرثها وإذا مات هو ولم تكن أمه موجودة حال وفاته كانت قد ماتت فإن ميراثه لأوليائها في هذه الحال ميراثه لأوليائها كأنها هنا تقوم مقام الأب والمعروف عندنا في علم المواريذ أن الأولياء هم من كانوا من جهة الأب لكن في هذه الحال لما كان الأب كأنه غير موجود لأنه غير معروف تبرأ منه الزوج تبرأ منه بالملاعنة فإنه نسب إلى أمه وبذلك لما نسب إلى أمه كأنها تقوم مقام أبيه فهي تريثه ويرثها وكذلك إذا ماتت يريثه أولياء أولياء المرأة وهذا كما مر معنا فيما تقدم أن الميراث أن الأولياء هم العصبات ولكن ثبت أيضا فيما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام توريث ذوي الأرحام وهم الأقارب من جهة الأم كما جاء في الحديث الخال وارث من لا وارث له الخال وارث من لا وارث له فهذه المرأة إذا توفي ابنها هذا الذي لا علت عليه فإما وهي غير موجودة فإما أن تكون قائمة الأم هذه قائمة مقام الأب فهي تريثه ويرثه أولياؤها عصبتها وإما أن نقول بأن ميراثه لأوليائها ميراث ذوي الأرحام على كل الحالين يريث أولياء المرأة من ابنها الذي توفي وهي غير موجودة على قيد الحياة لأنها لو كانت موجودة لكانت هي التي ترث نعم قال حدثنا موسى بن عامر قال حدثنا الوليد قال أخبرني عيسى أبو أبو محمد عن العلاء بن الحارث عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله باب هل يريث المسلم الكافر قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يريث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم نعم هذا الحديث في بيان سبب من أسباب الميراث أو مانع من موانع الإرث يشترط للإرث اتحاد الدين يعني أن يكون الميت والوارث على دين واحد ولو كان مسلمين ورث أحدهما من الآخر ولو كان حتى غير مسلمين يعني لو كان يهوديين أو نصرانيين فإن الوارث يرث من قريبه الذي مات بالشروط المعروفة لكن إذا اختلف الدين إذا اختلف الدين بأن كان الوارث على دين يختلف عن دين المورث الأب أو الزوج على دين الإسلام مثلا أو على دين اليهودية والمرأة على دين النصرانية فإنه لا توارث بينهما على الأشهر على الأشهر المعروف وهذا ما تقرر في كتب المواريث عند العلماء ونظمه الناظم بقوله ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث رق الرقيق لا يرث من سيده وقتل يعني القاتل لا يرث من دية المقتول ولا من ماله رق وقتل واختلاف دين إذا اختلف دينهما فلا توارث بينهما وذلك يقول علماء لا توارث بين أهل ملتين شتى لا يرث المسلم من الكافر ولا الكافر من المسلم لكن ثبت في بعض عند بعض العلماء عن بعض العلماء أنهم ورثوا المسلم من الكافر ولم يورثوا الكافر من المسلم يعني لو أن إنسانا مسلما وله أب كافر فمات هذا الأب قالوا يرثه هذا قول لبعض العلماء قالوا يرثه ولده المسلم ولا عكس يعني لو كان الولد هذا هو الذي توفي فإن والده الكافر لا يرث منه ما السبب السبب قالوا إن الإسلام أعلى ولهذا جاء في الحديث الإسلام يعلو ولا يعلى وهذا أيضا في كتاب الله الكريم في كتاب الله الكريم الله سبحانه وتعالى بيّن أن المؤمنين أعلى من الكافرين ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا هذا رأي لبعض العلماء واستدل بعضهم بأنه روي أن النبي عليه الصلاة والسلام رسولنا عليه الصلاة والسلام روي أنه ورث من أبيه ورث من أبيه عبد الله وعلى كل حال الأدلة الظاهرة ومنها هذا الحديث تثبت أنه لا توارث بين مختلف الدين لا توارث لا يرث هذا من هذا ولا هذا من هذا وهذا له ما يؤيده في النظر والاعتبار لأن الميراث مبني على أساس التناصر والعلاقة والقرب والمودة وهذا لا يكون إلا بين المسلمين وبين أهل الملة الواحدة أما من كان يعتقد أن دين مورفه باطل فكيف يمكن أن يوجد بينه وبينه تناصر أو محبة حقيقية إذا كان الإبن يعتقد أن الدين الوالد باطل أو العكس الأب يعتقد أن الدين الذي يتدين به ولده باطل فمات أحدهما كيف يمكن أن تتحقق هذه المودة وهذه النصرة يعني الميراث هذا ليس حقا ماليا مجردا فقط هذا له حق في تركة مورثه وانتهى الأمر لا أساسه ما هو أساسه التناصر وأساس التناصر هو الاتحاد في الدين الله سبحانه وتعالى قال في آخر سورة الأنفال والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير فالتعاون والتناصر هذا هو الأساس وينبني عليه التواريخ لأن الإنسان إذا مات وترك ولدا صالحا كما جاء في الحديد فإن هذا الولد هو الذي يرجى أن يدعو لأبيه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث وذكر منها النبي عليه الصلاة والسلام قال أولد صالح يدعو له فإذا كان الولد على غير دين أبيه كيف يدعو له هو يعتقد أن دين أبيه دين باطل فكيف يدعو له هذا لا يتحقق إلا باتحاد الدين عندما يكون الدين واحدا هناك يكون التناصر الحقيقي وتكون يكون التولي ويكون التعاون وتكون المحبة يأكل من تركة مورثه ويدعو له لأنه كان سببا في أن يصل هذا المال إليه أما إذا كان مخالفا له في دينه فأنه عدور له عدور له لا يقول بقوله ولا يؤمن بدينه فكيف يستحق من تركته نعم قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد قال قلت يا رسول الله أين تنزل غدا قال وهل ترك لنا عقيل منزلاء ثم قال نحن نازلون بخيف بني كنانة حيث قاسمت قريش على الكفر يعني المحصب وذاك أن بني كنانة حالفت قريشا على بني هاشم ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يؤوهم قال الزهري والخيف الوادي هذا الحديث أيها الإخوة حديث يتعلق بحدث كبير وقصة عظيمة لها أصولها في هذا الدين ولها اعتبارها ويجب أن يتعلمها المسلمون وأن تكون هذه موروثة متوارثة يتناقلها الصغار عن الكبار وتتوارثها الأجيال هذه القصة هي قصة حصار النبي عليه الصلاة والسلام وبني عمومته بني هاشم وبني المطلب في الشعب عندما بدأ دعوته وسنأتي نفصلها لكن الذي يتعلق بموضوعنا هنا وهو ميراث المسلم من الكافر ما ذكر في قوله عليه الصلاة والسلام وهل ترك لنا عقيل من رباع عقيل ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام وأخ علي أخ علي ابن أبي طالب هذا عقيل رضي الله تعالى عنه بقي في مكة مع أهل مكة بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام بقي معهم هنا في مكة فقام عقيل وباع كل ما تمكن منه من أملاك بني هاشم ومنها ما يعود للنبي عليه الصلاة والسلام ومنها ما يعود لإخوانه ولوالده باع ذلك كله عقيل فالنبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع وقيل إن هذا أيضا في غزوة الفتح لكن الذي في حجة الوداع ربما يكون أرجح أن يكون هذا الأمر في حجة الوداع سأله أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه سأل من سأل النبي عليه الصلاة والسلام أين تنزل غدا في الحج سأله أين تنزل غدا بعد الطواف وبعد عرفة أين تنزل فقال النبي عليه الصلاة والسلام نحن نازلون في خيف بني كنانة وهل ترك لنا عقيل من رباع عقيل ما ترك لنا شيئا طيب عقيل باع هذا لكن ما وجهه الاستدلال بهذا على أن المسلم يرث من الكافر أن النبي عليه الصلاة والسلام ورث من أبيه ورث من أبيه لأن أباه له نصيب في هذه المنازل وفي هذه الدول فورثه النبي عليه الصلاة والسلام لأنه يقول وهل ترك لنا عقيل من رباع لنا له عليه الصلاة والسلام ولقومه لعمه أبي طالب ومن معه عقيل باعها كلها وفيها نصيب للنبي عليه الصلاة والسلام من أين جاء نصيب النبي عليه الصلاة والسلام ميراثا من أبيه وأبوه لم يكن على دين الإسلام أبوه مات قبل الإسلام فورثه النبي عليه الصلاة والسلام ورث هذه الحصة من المنازل هذه عن أبيه وهذا دليل لمن يقول بأن المسلم يرث من الكافر والكافر لا يرث من المسلم لأن المسلم أعلى من الكافر يقول هل ترك لنا عقيل من دور أو من رباع ما ترك لهم عقيل شيء باعها فعندما عاد النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة في الفتح وبعد الحج ما وجد شيئا باعها عقيل كلها هذا دليل أيضا لماذا لمن هذا الحديث صدر هذا الحديث دليل لمن يقول بأن بيوت مكة وأراضيها أنها تملك بعض العلماء يقولون بيوت مكة ورباعها لا تملك لا تملك لأحد لكن هذا الحديث يدل على ماذا يدل على أنها تملك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هل ترك لنا عقيل من رباع يعني أنها كانت مملوكة لأهلها ومنهم النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك يذكر لأسامة أنه نازل بخيف بني كنانة الذي يسمى المحصب وهذا في أعلى مكة قريب من ميناء منطقة معروفة لمن يعرف مكة هذه الآن تسمى المعابدة هذه المنطقة يقول النبي عليه الصلاة والسلام من باب الشيء بالشيء يذكر كما يقولون الشيء بالشيء يذكر يعني تداعي المعاني النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أسامة أسامة لم يكن حاضرا وقتها أسامة ما كان يعرف هذا الموضوع صغير ما ولد إلا بعد ذلك ذكره النبي عليه الصلاة والسلام بما جرى في هذا الخيف الذي سينزل فيه النبي عليه الصلاة والسلام الوادي هذا المحصب اسمه وهو قريب من ميناء كان منطقة سهلة بعد ميناء قريبة لمن أراد السكن والارتياح فالنبي عليه الصلاة والسلام آثر أو قرر أن ينزل هنالك ما هي قصة خيف بني كنانة هذا الخيف لهم بنو كنانة ليسوا من قريش بنو كنانة ليسوا من قريش ولكنهم تحالفوا معهم هم حلفاؤهم وأكثر من ذلك أنهم تعاقدوا تعاقدوا وتعاهدوا معهم على منابذة النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام لما بعثه الله بقي مدة هي مسألة مدة الإسرار بالدعوة ما كان يعلن ما جاءه من الوحي ولا يدعو الناس إليه وما آمن معه إلا قليل في تلك الفترة لكن الله سبحانه وتعالى بعد ذلك أمره أن يصدع بالدعوة يعني أن يعلنها للناس فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين فقام النبي عليه الصلاة والسلام وارتقى على هذه الجبال الصفا وجبل أبي قبيس ونادى في قومه في قريش يا بني عبد الدار يا بني هاشم يا بني ناداهم ببطونهم جميعا وصباحا كأنه يخوفهم من عدو قادم فجاءوا إليه فرادا وجماعات يركضون يستطلعون ما هذا الخبر لعل عدوا يريد أن يداهمهم من لم يستطع أن ينهض أو أن ينطلق لكبر سنه أو لمرضه أرسل ابنه ليستطلع الخبر فجاءوا فوجدوا أن هذا الذي ينادي النبي عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله وهم يعرفونه يعرفونه تمام المعرض قال لهم عليه الصلاة والسلام لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي يعني لو قلت لكم العدو جايكم الآن هل تكذبونني أم تصدقون قالوا ما جربنا عليك كذبا أنت معروف أنت معروف عندنا بالصدق والنزاهة والأمانة قال فإني أدعوكم إلى عبادة الله وحده هنا حاصوا كحيصة الحمر استغربوا ما كانوا يتوقعون هذا وأكثر من تولى كبر المناكفة هنا عمه أبو لهب ماذا قال له قال له تبا لك سائر اليوم ألي هذا دعوتنا كنا نظن أنك ستدعونا إلى شيء يعني يناسبنا ويصلح لنا تبا لك سائر اليوم وهذا الذي أنزل فيه الله تبارك وتعالى السورة التي تتلى في كتابه تبت يد أبي لهب وتب فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك ابتدأ دعوته والقصة طويلة في السيرة سنوات طويلة أمضاه النبي عليه الصلاة والسلام في دعوته ثلاثة عشر عاما وهم ينازعونه ويؤذونه ويضيقون عليه وعلى أصحابه قتلوا بعضهم وضربوهم واضطروهم للهجرة هاجروا إلى الحبشة والنبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى الطائف يستنصر فلم يجد نصرا وأوذي في الطائف حتى هاجر حتى وصل الأمر إلى مرحلة عسيرة جدا هريش عملت كل ما في وسعها لصد النبي عليه الصلاة والسلام عن دعوته ولصرفه عما أراد ما استطاعوا فجاءوا إلى عمه أبي طالب وأبو طالب هذا عم النبي عليه الصلاة والسلام سنأتي أيضا نتحدث عنه عم النبي عليه الصلاة والسلام وكان هو الذي كفل النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام توفي أبوه وهو في بطن أمه كان جنينا في بطن أمه كفله جده عبد المطالب لمدة عامين تقريبا ثم توفي وتوفيت أمه آمنة فكفله وعمه أبو طالب وأحسن إليه ورباه مع أولاده وفي بيته كان يحرص عليه ويحوطه حتى عندما سافر النبي عليه الصلاة والسلام مع عمه كان عمه أبو طالب يخشى عليه يرى بعض العلامات التي تدل على شأن هذا الغلام محمد عليه الصلاة والسلام فلما رأى ما رأى خشية عليه فعاد به من الطريق خشية أن يصيبه أذى أو مكروه من شدة حبه له جاءه قومه قريش وطلبوا منه أن يتفاوض لهم نيابة عنهم مع ابن أخي هذا الذي سفها آلهته وحقرهم وبيّن ضلالهم وهم أهل مكة الناس يحجون إليهم وهم يعتبرون قمة القبائل العربية في موطن السيادة بين الجميع فقالوا له إن هذا سب آلهتنا وحقرنا وفعل وفعله تعال نريد أن نتفاوض معه فالنبي عليه الصلاة والسلام كلمه في أن هو عمه كلمه في أن يستجيب لبعض مطالب قومه فقال يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهرها الله أو أهلك دونه يعني هذا كلام نهائي ما فيها بعد ذلك جاءوا يفاوضونه جاءه بعض كبرائهم قال أنا أكفيكم محمدا جاءه قال إن كنت تريد الملك ملكناك علينا ملكناك علينا أنت لست نكرة معروفا نملكك تصبح أنت الملك وإن كنت تريد المال جمعنا لك من أموالنا حتى تكونك أكثرنا مالا وإن كنت تريد النكاح زوجناك بمن تشاء من بناتنا لكن أترك هذا الموضوع فالنبي عليه الصلاة ما قبل منهم ورد عليهم النبي عليه الصلاة والسلام بالرفض لم يشتد الأمر عليهم آذوا أصحابه عذبوه ضيقوا عليهم بل آذوا النبي عليه الصلاة والسلام هو ضربوه ووضعوا الأذى على رأسه وهو ساجد وخنقوه يعني وصلوا بذلوا كل ما يستطيعون لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان ثابتا على دينه فجاءوا لعمه يطلبون أن يسلمه إليهم هذه آخر محطة أن يسلمه إليهم حتى تهدأ الأمور وتعود المياه إلى مجاريها بين قريش وبين بني هاشم ماذا كان موقف أبي طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام رفض رفضا قاطعا رفض أبو طالب رفضا قاطعا وجمع قومه بني هاشم بنو هاشم كانوا هم علية القوم في قريش هم أبناء من؟ أبناء عبد المطلب سيد مكة وهم أهل السقاية كانوا يسقون الحجيج ويقومون على خدمتهم يعني مكانهم معروف جمعهم أبو طالب وأدخلهم في الشعب أنحازوا دخل معهم بنو المطلب بنو المطلب بطن من بطون قريش ليسوا من بني هاشم لكن لمحبتهم ومؤازرتهم لبني هاشم دخلوا معهم في الشعب طواعية ما أجبروا على ذلك تركوا قريشا ودخلوا مع بني هاشم ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام جعل لهم سهما في الفيء مع بني هاشم الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم معلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى من هم قرابة النبي عليه الصلاة والسلام طومه بنو هاشم لكن النبي عليه الصلاة والسلام أدخل معهم بني المطلب تعرفون بني المطلب من منهم بني المطلب هؤلاء أنجبوا ابنا ملأ الدنيا علما وفقها وشهرة الإمام محمد بن إدريس الشافعي من بني المطلب هؤلاء بني المطلب دخلوا معهم فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل لهم سهما في الفيء مع بني هاشم وقال عليه الصلاة والسلام إنهم لم يفارقون لا في جاهلية ولا في إسلام من باب الوفاء لهم النبي عليه الصلاة والسلام أعطاهم هذه العطية فدخلوا في الشعب فحاصرتهم قريش في هذا الشعب الشعب هذا موجود الآن في جهة الساحة هذه الشمالية ساحة الحرم الشمالية هذا شعب بني هاشم كان يسمى فدخلوا في هذا الشعب فحاصروهم قريش منعوا خروجهم وجاءوا وعقدوا عقدا تعاهدوا مع بني كنانة بني كنانة أصحاب المحصب هذا أصحاب الخيف الذين كنا نتحدث معهم تعاقدوا معهم على هذا الباطل على أن يقاطعوا بني هاشم لا يناكحونهم ما يزوجونهم ولا يبايعونهم ولا يشربونهم يعني مقاطعة اقتصادية اجتماعية بكل ما تعنيه الكلمة وحاصروهم في هذا الشعب بل وكتبوا بذلك وثيقة الوثيقة هذه علقوها في الكعبة أنهم اتفقوا ووقعوا عليها اتفقوا على مقاطعة بني هاشم لماذا؟ لأن بني هاشم أصروا على مؤازرة النبي عليه الصلاة والسلام ولم يتخلوا عنهم عمه عم النبي عليه الصلاة والسلام أبو طالب قال قصيدة في هذا الوضع في هذه الحال بعد الحصار وبعد هذا التنكر هؤلاء قومهم كيف يرضون فيهم هذا كيف تسخوا أنفسهم أن يصيب بعض قومهم خيار قومهم أن يصيبهم هذا البلاء حاصرهم في الشعب حتى أكلوا ورق الشجر ما يجدون ما يأكلون قال أبو طالب قصيدة عظيمة من غرر الشعر تبلغ قرابة مئة بيت في الثبات على الموقف وفي الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام وفي الثناء على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى دينه ويقول فيها كذبتم يوجه الخطاب إلى قومه قريش هؤلاء الذين حاصروا كذبتم ورب البيت نبزي محمدا ولما نطاعن دونه ونناضل ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل يعني لا يمكن لكم أن تتصوروا أننا نسلم محمدا لكم حتى ولو قتل إلا أن نقتل جميعا لا يبقى فينا أحد موقف خاية في الصلابة والقوة والعزة وإثني على النبي عليه الصلاة وعلى دينه ويقول بأن ربه لن يتركه الذي أرسله يعني كلام كله في صميم العقيدة الصحيحة والمعرفة الحق بالله سبحانه وتعالى وبقدره والمعرفة بصحة هذا الدين ولكن الله سبحانه وتعالى لم يكتب له أن يدخل في هذا الدين مع كل هذا مع كل هذا لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يعلم المؤمنين ويعلم رسولهم قبلهم عليه الصلاة والسلام أن الهداية بيد الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء إذن الإنسان ما عليه لأن يبدو للأسباب والباقي والله سبحانه وتعالى الهداية بيده إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء كان النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك عند رأس أبي طالب وهو في النزع يأمل منه أن يقولك كلمة أن يقول لا إله يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله هل كان أبو طالب يجهل جاهلا بالله لا يعرف لكن لم يترتب على ذلك أن يقبل بالإيمان هو من نفسه وأن ينطق بهذه الكلمة فمات على دين عبد المطلب كما يقول هذا الحصار الشديد لم تكتفي قريش به بل كانوا يرسلون بعض شبابهم وفتيانهم إلى الطرقات المحيطة بمكة إذا رأوا من يقدم إلى مكة معه طعام أو معه بضاعة يقولون لا تبايع هؤلاء لا تبع بضاعتك لهؤلاء لا تدخل عليهم لا فياب لا طعام ولا شيء حاصروهم حصارا شديدا يعني تعروا من قيم الإنسانية ومن الخلق ومن حق القرابة ما بقي لهم في هذا شيء بقي النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه وقومه في هذا الشعب قرابة سنتين والكتاب معلق في الكعبة العهد هذا عهد المقاطعة معلق في الكعبة من باب التقديس لهذا الأمر أراد الله سبحانه وتعالى أمرا هو صاحب الخلق والأمر سبحانه وتعالى أرسل الأرض هذه الحشرات التي تطلع من الأرض فأكلت هذا العهد ولم تبقي منه إلا اسم الله باسمك اللهم أبقته وأكلت الباقي وقريش لا تدري فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عمه أبا طالب بما أخبره الله به بما أوحى الله به أن الأرض تأكلت الخطاب هذا المعلق فأخبر أبو طالب قريشا فذهبوا فوجدوا الحال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأثناء لا يمكن أن يتصور الإنسان أن الخير يعدم في هذه الأرض سيظل هناك من يمكر ولو كان إنكاره بدرجة ضعيفة كان أحد كبار زعماء قريش اسمه المطعم ابن عدي أنكر هذا ما وقع معهم ما وقع معهم على هذا العهد وكان بعضهم يأتي بالجمل فيحمله الثياب والطعام ويأتي به إلى فم الشعب فيرسله حتى يدخل على بني هاشم وعلى النبي عسل خفية كانوا يرسلون هذا لأنهم كانوا يستنكرون في قرارة أنفسهم هذا الأمر وهذا من تسخير الله سبحانه وتعالى بعد ذلك المطعم بن عدي وجماعة من قريش اجتمعوا وأنكروا هذا الأمر قالوا لا يمكن أن نسكت على هذا لا بد أن ينتهي هذا الحصار فجاءوا فوجدوا الأرضة قد أكلت الخطاب ففك الحصار هذه القصة يشير إليها النبي عليه الصلاة والسلام يعرف بها أسامة قال إن نازلون في خيف بني كنانة حيث تقاسموا حيث تقاسموا على الكفر تعاهدوا مع من؟ مع قريش على هذا البغي وعلى هذا الظلم الذي لا يقبله عاقل فضلاً أن يكون في قلبه إيمان فهو في هذا المكان يعني هذه القصة إشارة لهذه القصة هذه القولة من النبي عليه الصلاة والسلام إشارة لهذه القصة نحن نازلون في خيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر وانظر إلى جميل صنع الله وإلى قدرته هذا المكان الذي جيشت فيه الجيوش وجمعت فيه القوى للصد عن دين الله ولإنهاء الدين هذا في الأرض الآن ينزل رسول رب العالمين فيه وهو أرض إسلام ودار إيمان لا خوف ولا وجل مقارنة بين الحالين الحال الأولى يوم أن تقاسموا على الكفر وتعاهدوا على هذا الأمر الباطل الآن انتهى كل شيء وظهر دين الله في هذه الأرض الله سبحانه وتعالى فتح على رسوله عليه الصلاة والسلام ونصره وأعزه وأرغم أعداءه وأظهر أمره فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام هو ينزل في هذا المكان لكن هذا المكان له قصة يذكر بها النبي عليه الصلاة والسلام ومن الأمور التي تجب على كل إنسان مسلم أن الأحداث المهمة يجب أن لا تنسى لأنها تأخذ منها العبر العبر هذه يجب أن لا تضيع على الإنسان الإنسان الآن عندما يستعرض أحداث التاريخ لا يجب لا ينبغي بحال من الأحوال على العاقل أنه يستعرضها كما تستعرض أي قصة أي كلام عابر لا لكن هذا القصص وهذا التاريخ فيه عظة واعتبار ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديث يفترى هذا القصص الذي قصه الله علينا في كتابه عن الأنبياء وعن أقوامهم وما جرى لهم وما كذا كانت العاقبة لأنبياء الله ورسله ولأهل دينه وماذا كانت العاقبة على الظالمين والمحادين والمعاندين هذه الأمور يجب أن يعتبر بها الإنسان المسلم وهو يتأمل في جميل صنع الله سبحانه وتعالى لأن هذه الأمور تتعلق بسنن الله الكونية التي لا تختلف ما جرى مع نوح ما جرى مع عاد وما جرى مع الأقوام التي بعده كلها قصص تتكرر القصة واحدة والمكان مختلف والنتيجة واحدة النتيجة هي فلذلك العاقل يعتبر وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى أنه أبقى رسوله عليه الصلاة والسلام حتى يظهر دينه المكان الذي كانوا يؤذون فيه النبي عليه الصلاة والسلام هنا في بسكنه والمكان الذي كان يلتقي فيه بأصحابه وفي صحن الكعبة عندما كان يصلي وكان البغيض الظالم الكافر الفاجر أبو جهل يضع قدمه على عنق النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا يأتون بالأذى ويضعونه على رأسه وهو ساجد الله سبحانه وتعالى فتح عليه ونصره وأقر عينه ولم يمت إلا وهذه الأرض التي أخرجته إلا وهي أرض إسلام الله سبحانه وتعالى قال له في سورة النصر ماذا قال له إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا نعم قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حمات عن حبيب المعلم عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين شتى نعم هذا تأكيد لما هو المعلوم المستقر أن التوافق أن الاتحاد في الدين هو أساس التوارث هو أساس التوارث بين المتوارثين نعم فمن لم يكن كذلك فإنه لا ميراثة له نعم قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عمر بن أبي حكيم الواسطي قال حدثنا عبد الله بن بريدة أن أخوين اختصم إلى يحيى بن يعمر يهودي ومسلم فورث المسلم منهما وقال حدثني أبو الأسود أن رجلا حدثه أن معاذا حدثه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الإسلام يزيد ولا ينقص فورث المسلم نعم هذا يحيى بن يعمر قاضي وجاءه أخوان يختصمان إليه في ميراث أبوهما يهودي وأحد الإبنين مسلم والآخر على دين اليهودية على دين أبيه فاختصمها في الميراث المسلم يريد أن يأخذ من الميراث واليهودي يمنعه من هذا فجاء إلى يحيى بن يعمر فورث المسلم أعطى المسلم أعطى المسلم وهذا الحديث أيضا هو يقوله عن معاذ بن جبل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الإسلام يعلو الإسلام يزيد ولا ينقص يعني أن الإسلام أعلى مرتبة من غيره فلذلك المسلم يرث بهذا الاعتبار من قريبه الذي يختلف معه في الدين ولا عكس يعني إذا كان القريب كافرا والأبو أو المورث مسلما فإنه لا يرث منه وهذا أيها الإخوة فيه ملحب قوي جدا هو أن الأساس في التناصر والتعاون الدين الأخوة إنما هي أخوة الدين أما القرابة النسبية القرابة النسبية إن لم يكن معها دين يؤيدها ويقويها فإنها لا تعتبر العبر إذن بالدين إنما المؤمنون إخوة أخوة الدين هي قبل أقوى من أخوة النسب لأن أخوة النسب بين المختلفين في الدين موجودة لكنها لا تثبت التوارث ما الذي يثبت التوارث في مثل هذا الحال اتحاد الدين إنما المؤمنون إخوة ومن هنا يجب أن نحرص جميعا على الإبقاء على هذه الرابطة القوية بيننا وبين إخواننا أخوة الدين هي أعظم الأسباب وأقوى الوشائج بين المؤمنين ولذلك الله سبحانه وتعالى لم ينفي هذه الأخوة حتى بين المتخاصمين حتى بين المتقاتلين لو تقاتلوا كل واحد أشهر سلاحه على الآخر وقاتله به لا تزال الأخوة موجودة إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم أصلحوا بين أخوة ما تزال الأخوة موجودة قد تقطع الأخطاء تقطع الأمور العظيمة الكبائر القتل سفك الدم الإساءة لكنها لا تطغى على الأخوة الأخوة لا بد أن تكون باقية وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقصطوا إن الله يحب المقصطين ثم جاء بعدها قوله إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخوكم قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن عمر بن أبي حكيم عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي أن معاذا أتي بميراث يهودي وارثه مسلم بمعناه عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا الحديث يؤكد أن المسلم له مرتبة زائدة على غير المسلم فلذلك إذا كان المسلم هو الوارث من الكافر يرث والعكس نعم باب في من أسلم على ميراث قال حدثنا حجاج بن أبي يعقوب قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا محمد بن مسلم عن عمر بن دينار عن أبي الشعب عن أبي الشعثاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم وكل قسم أدركه الإسلام فإنه على قسم الإسلام نعم يعني هذا يتعلق أيضا بالمواريث وبغيرها كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم يعني لو أن إنسانا في الجاهلية يعني في الكفر مات وترك وراثه فاقتسموا الميراث وحاز كل منهم نصيبه فإن هذا إذا دخلوا في الإسلام يبقى على ما هو عليه لا يغير حتى وإن كان فيه خلاف لم يتم القسم على ما هو المعلوم في دين الإسلام مادم أنه قد ثبت واستقر في ما مضى قبل الإسلام فإن الحال يستمر على ما هو عليه ومن هذا الباب الأنكحة عقود النكاح التي كانت موجودة في الجاهلية بعد أن ظهر الإسلام النبي عليه الصلاة والسلام لم يبطلها ما أبطلها فلان متزوج من فلانة وفلانة متزوجة من فلان بعقد في الجاهلية يبقى الأمر على ما هو عليه النبي عليه الصلاة والسلام بعد إسلام هؤلاء ما أبطل عقودهم إلا شيئا واحدا هو ما لا يمكن أن يصح ما هو نكاح ما لا يحل نكاحه يعني زوجات الآباء البنات الأخوات المحرمات في النكاح هذا بعد الإسلام حتى لو كان قد مضى قبل الإسلام فإنه لا يقر عليه صاحبه يعني الآن في أي بلد من البلدان لو أن إنسانا دخل في الإسلام ووجدنا أنه متزوج بأخته لا نقره على هذا العقد لو وجدنا أنه متزوج بعمته بخالته لا نقره بزوجة أبيه لا نقره لأن هذه أشياء محرمة في ديننا هذه الأشياء المحرمة لكن لو كانت من الأشياء المعهودة إنما اختلف السبب أو المهر أو غير ذلك لكن كان شيئا موجودا ومعروف أن فلان متزوج من فلانا وله أبناء منها فإنه يقر بعد إسلامه على هذا النكاح ولا يغير هذا العقد ولا تقطع نسبة الأبناء عن أبيهم بل يبقى هؤلاء أبناء له أبناء له وهذا في كل الأمور التي كانت قبل الإسلام ويمكن أن تستمر لكن الأشياء التي أدركها الإسلام يعني إذا استمرت هذه التركة إلى ما بعد الدخول في الإسلام الآن كيف نصنع ما تقسم هذه إلا بأحكام الشرع وإن حكمت ربنا سبحانه وتعالى يقول فاحكم بينهم بالعدل العدل هو دين الإسلام ما يأتي يقسم المواريث الآن يأتي يهودي ولا نصراني للمسلم ويقول اقسم بيننا الميراث على دين اليهودية لا إذا كانوا في بلد الإسلام وفي دولة الإسلام وفي حكم الإسلام نقسم بينهم بمقتضى حكم الإسلام لكن الأشياء التي اقتسموها قبل دخولهم للإسلام تستمر كما هي تستمر كما هي نعم نتوقف هنا لأن عندنا بعض الأسئلة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه وأن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يرزقنا الإخلاص في الدين واتباع سنة سيد المرسلين صلى الله على سلم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر